من عنوين النشرة إلى التفاصيل والبداية من قضاء بلد أهلا بكم أقيم في قضاء بلد مهرجان بلد الصمود الدولي الثامن بمشاركة سياسية وجماهيرية واسعة بمناسبة الذكرى السنوية لفك الحصار عن مركز القضاء وتحرير محيطه من سيطرة عصابات تنظيم داعش الإرهابية وحضر الاحتفال ممثل دولة رئيس الوزراء الدكتور عقيل الخزعلي وأمين عام حزب الجماهير الوطنية أن أبي الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن ورئيس تحالف العزم مثنى السام الرائي وعضاء مجلس النواب ومحافظ صلاح الدين إسماعيل غذير الهلوب والقاد الأمنيون وشخصيات دينية وحكومية وألقيت بالمناسبة كلمة للخزعلي وشخصية حكومية ودينية ثمنت الدور الكبير للقوات الأمنية والحجد الشعبي بكافة فصائله وما قدمه الأبطال من دماء زكية لتحرير المناطق المختصبة من سيطرة التنظيم بتنسيق وتكاتف كبيرين مع أبناء العشائري في المحافظة لازلنا في أيام النصر والشهادة في هذا الشهر شهر كانون الأول الشهر الثاني عشر من السنة الميلادية النصر على داعش الإرهابي التكفيري وفي سنته الخامسة كذلك في هذا الشهر فك الحصار عن مدينة بلد ونحضر هذا اليوم في هذا الاحتفال وإن شاء الله بعد سبعة أيام نتحول إلى احتفال المدينة المجاورة لمدينة بلد مدينة الضلوعية الصامدة يوم أمس أيضاً كان احتفال في مدينة تجييل لتخليط النصر والشهادة أذكر مرة أخرى بهذا الشهر شهر النصر والشهادة إن شاء الله تستمر احتفالاتنا ويأخذ على عاتقهم الأخوة المعنيين في مدينة سامراء والحاضرين منهم بإحياء احتفال ومناسبة على هذا المنوال هذه المناسبات في الدجييل وبلد والضلوعية وسامراء إن شاء الله تؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية بين فئات المجتمع